رغم احباط الجيش السوداني محاولة الانقلاب الا ان مظاهر الفوضى لا زالت تعمل مناطق بالبلاد اذ افاد الصحيفة السوداني بان مقر المجلس الاعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقل عبدالله ابشار قال ان محتجين اغلقوا مطار بورت سودان شرقي البلاد ما ادى لتوقف الملاحة الجوية فيها ابشار اكد في تصريحات للصحيفة ان ولاية بورت سودان صارت معزولة بر وبحرا وجوا بعد اغلاق الطرق البرية والموانئ البحرية والملاحة الجوية في الولاية وتعتبر عملية اغلاق مطار مدينة بورت سودان هي الثانية من نوعها في المدينة بعد اغلاق الميناء لاجبار الحكومة على الاستجابة لمطالب المجلس الاعلى لنظارات البيجة على صعيد اخر وفي تعليقها على تصريحات رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة اعتبرت قوى الحرية والتغيير حديث البرهان ونائبه تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة لخلقي شرخ بين قوى الثورة والجيش وردا على انتقادات البرهان للطبقة السياسية قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ان الجيش هو الذي حمى الثوار السودانيين معتبرا ان من يدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني في البلاد ويتبعون لفلول النظام السابق سبغت المحاولة تحضيرات